بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الرياضة المالية الوحدة الرابعة احتساب الفائدة بطريقة النمر والقاسم اولا احتساب الفائدة التجارية بطريقة النمر والقاسم تستخدم طريقة النمر والقاسم عندما يكون هناك مبالغ مختلفة مستثمرة لمدد مختلفة إذن المدد والمبالغ كل مبلغ له مدة مختلفة ويراد احتساب جمال الفائدة المستحقة عليها الصيغة العامة هي Sigma IC أو مجموع الفوائد التجارية تساوي مجموع المبالغ المستثمرة مضروبة في مدد استثمار كل منها والناتج مقسوم على 360 على R حيث طبعا خلينا نوضح حيث أن Sigma IC هي إجمال الفائدة التجارية المستحقة على عدد مقدار T من المبالغ المستثمرة PVJ وهو القيمة الحالية أو المبلغ الحالي رقم J R معدل الفائد السنوي D J مدة استثمار المبلغ رقم J بالأيام إضاحات يسمى المقدار مجموع PVJ مضروبا في D يعني المبلغ مضروب في مدته بالأيام كل مبلغ مضروب في مدته بالأيام ثم الجمع لمجموع نواتج الضرب يسمى هذا المقدار بمجموع النمر أو مجموع الأعداد أما المقدار 360 على R يسمى بالقاسم طبعا لما نقول 360 معناته يراد احتساب إجمالي الفائدة التجارية أما إذا قلنا 365 على R فإنما يراد احتساب إجمالي الفائدة الصحيح مثال رقم ثمنية استثمر شخص المبالغ التالية للمدد المبينة إزاء كل منها بمعدل فائدة بسيطة 6% سنويا المبالغ اللي أعطاني إياها ألف لمدة 120 يوم إذن PV واحد تمام يساوي ألف مدته اللي هي D واحد تساوي 120 يوم PV 2 هو 2000 مدته D 2 هي 100 يوم 6000 اللي هي PV 3 مدتها 50 يوم اللي هي D 3 المطلوب احتساب مجموعة الفائدة التجارية المستحقة على هذه المبالغ طبعا لاحظوا أنه عدد المبالغ ثلاث والمدد المناظرة لكل مبلغ ثلاث مدد طيب لو أردنا تطبيق الصيغة مجموع الفائدة التجارية على المبالغ كلها يساوي مجموع المبالغ مضروبة في المدد بالأيام هذا المقدار اللي سميناه مجموع النمر ثم بعد إيجاد مجموع النمر سنجد القاسم لإيجاد الفائدة التجارية 360 على R إذن المطلوب الفائدة التجارية طبعا بالتعويض مجموع النمر شوفوا ألف المبلغ الأول في مدة 120 يوم هذا PV1 مضروب في D1 زائد الألفين هي عبارة عن PV2 مضروبة في مدتها D2 D2 بالنسبة للست آلاف تمام هي عبارة عن PV3 مضروبة في مدتها اللي هي D3 هذا المقدار هو مجموع نمر الاستثمار إذن المبلغ في المدة زائد المبلغ في المدة زائد المبلغ في المدة هذا المجموع منقسمه على المقدار 360 على R R عندي تساوي 6% سنويا تمام إذن هذا منسميه القاسم وهذا منسميه مجموع النمر أو مجموع الأعداد الناتج 1000 ضرب 120 120 2000 2000 ضرب 200 2000 6000 ضرب 50 الناتج 300 3000 360 على 6% يعطينا 6000 إذن الناتج النهائي 120 زائد 200 زائد 300 يعطيني 620 مقسوم على 6000 والناتج هو 103 ريال و333 هللا هذا هو إيش إجمالي الفائدة التجارية المستحقة على المبالغ الثلاثة والمستثمرة للمدد المعطاء أو المبينة إزاء كل منها بمعدل فائدة تجارية 6% سنويا